بسم الله الرحمن الرحيم الدكتورة مريم بطيل مزروعي رئيس التنفيذي لمستشفى الشيخ خليفة الدكتور سرحان بن محمد النيادي الدكتور العزيز عبد العزيز الراجحي الأخوة الحضور الحمد لله حمدا تستديم به النعم وتستطيب به الحياة يطيب لي أن أقف بين أيديكم مرحبا بكم في مؤتمر أبو ظبي لطب العيون عشرين عشرين راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في خدمة العلم وتقديم ما يرتقي لذائقتكم وما يثري معرفتكم الواسعة العلم طريقك وحدك قد يرافقك فيه أحدهم لفترة من الوقت لكن لن يكمله أحد غيرك ثم إن التفوق فيه ليس قهرا لمنافسيك بل هو إنجاز يحفر في الذاكرة باسمك فحي الله الوفود المشاركة أصحاب الهمم العالية والنفوس الشغوفة في طلب العلم في وطنها دولة الإمارات العربية المتحدة حينما يحمل الإنسان قيما نبيلة راسخة في وجدانه لا بد أن ينعكس شيء من ذلك إجابا على سلوكه فالمبادئ بمثابة البوصلة التي تحدد وجهتنا وخياراتنا وقراراتنا فلأولئك الأساتذة الذين تكبدوا عناء السفر وضحوا بأوقاتهم لكي يثروا هذا المؤتمر عظيم الامتنان والثناء الجمع عندما تؤمن بما وهبك الله من أسرار القوة وتستخدم ما لديك من مكامل التميز ثق تماما بأنك ستحول أحلامك واقعا كان يظنه الآخرون ضربا من خيال ولأننا موقنون بأن قوتنا في تعاوننا فقد تشرفنا بالتعاون في هذا العام مع أشقائنا في مستشفى الملك خالد التخصصي فلهم ولقيادتهم ممثلة في الدكتور عبد العزيز الراجحي وافر التقدير وعظيم الامتنان الأحلام جزء رئيس من أي رؤية والشغف والفضول هي أشرعتك للإلهام والإبداع فأقتنمها وروح الفريق هي الريح المحركة لسفينة الإنجاز لفريق العمل الذي سخر وقته وإمكانياته وواصل العمل الدؤوب لتقديم مؤتمر فاق النسخ السابقة من حيث أعداد الحضور المسجلين والمحاضرات وورش العمل ومعامل نقل المهارات لكم مني جزيل الشكر وعظيم الثناء والإجلال يرحل الناس ويبقى الأثر يرحلون ويبقون في داخلنا وبين جنبات نفوسنا نعيشهم في أدق تفاصيل يومنا لقد رحل السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله رحل رفيق زايد الخير وأحد أركان البيت الخليجي والعزاء ليس لها العمان فحسب بل لنا جميعا متمنين لإخواننا في سلطنة عمان دوام النجاح والتقدم والازدهار وهي دولة دولة الإمارات العربية المتحدة تستعد للاحتفال في العام القادم بمرور خمسين عاما على قيامها استطاعت خلال هذه الفترة الوجيزة أن تحقق العديد من المراكز المتقدمة على كافة الأصعدة منطلقة بعد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى على رؤية حكيمة وثاقبة وقيادة وعية لتحديات المستقبل وقد تسلحنا وها نحن قد تسلحنا بالعلم والمعرفة يدفعنا إلى ذلك شغفنا وطموحنا نحو المزيد من الإنجازات يطيب لي أن أعلن عن مؤتمر أبو ظبي للعيون في العام القادم عشرين وواحد وعشرين ليكون في تخصص جراحات القرنية وتصحيح الأخطاء الانكسارية أود ختاما أن أكرر ترحيبي بكم متمنيا لكم مؤتمر ناجحا وإقامة سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة